حارم على مرمى حجر من تركيا كانت للتوي مسرحا لمعارك عنيفة كان الجيش النظامي مدعوما بالطيران الحربي قبل أن يتراجع إلى قلعة المدينة التاريخية وهناك كانت النهاية عطعنا الطرق المؤدي إلى حارم فصار احتصار وصار اشتباكات نحن تجاوزنا كل هذه المرحلة إذا شايفها من بداية حارم إلى منطقة الطارمي تقريبا أكلت معنا شغلت 40-45 نهار أوقفنا أطلاق النار لأن النساء والأطفال تجزيهون وحين تقطعت السبل بعناصر قوات النظام سلموا أنفسهم للجيش الحر في انتظار مصولهم أمام محكمة يقول مهند عيسى أنها ستكون مستقلة الأسرة في عنا نحن محكمة قضائية مثل ما قلت لك مستقلة هي مهمة تراعي تشوف الأضبارات أو التحقيقات اللي معاهم وحسب الأضبارات والتحقيقات تعالى المحكمة هني أبيض القضاء في منهم نحن دائما ناخد بعين الاختبار بين قوسين بين قوسين العفو عند المقدرة لكن ليست تلك الأولوية اليوم بعد نحو شهرين من العنف حارم تحت سيطرة الجيش الحر بعد الكري والفر والدمار الهائل الذي لحق المدينة الأهالي يخدون معركة من نوع آخر محاولات لكنس ما تبقى من المعركة القصف البري والجوي دمر أحياء بأكملها لكن تبقى إعادة الأمن للمدينة الشغل الشاغل بعد الجبهة يقود مهند جهود التأمين خاصة فيما يتعلق بتجنيب المنازل المهجورة النهب والسرقة ورغم كل تلك الجهود فإن هناك قناعة بأن عودة الأمن والاستقرار إلى المدينة ليس بمعزل عما يجري في بقية أرجاء سوريا بسانبون النسكانيوز عربية حارم شكرا